ها هي أولى أيام الشهر الكريم استقبلته المدينة المنورة في أجواء إيمانية آمنة مطمئنة وسط منظومة من الخدمات تم الاستعداد لها مبكرا بتضافر الجهود هناك مستجدات كثيرة في هذا العام منها إصدار تصريح لمقدم خدمات الإفطار وكذلك هناك تنظيم في خدمات الإفطار في الساحات وكذلك هناك تنظيم في السقية هناك تنظيم في الفرش أيضا كذلك أيضا وافق هذه السنة تغيير فرش الحرام القديم في المسجد النبوي وسيعقبه إن شاء الله تعالى تغيير كامل الفرش من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر من الشيئة الله تعالى هناك أيضا من الاستعدادات تنظيم جدول أئمة المسجد النبوي في صلاة الترويح والتهجد كذلك الإقسام النسائية وترتيب الدخول والمرات وزيارة النساء لروضة الشريفة كل ذلك تم الإعداد له بإذن الله تعالى تنوعت مشاعرهم ولهجت ألسنتهم وذرفت أعينهم وهم يقضون هذه الأيام بالمسجد النبوي الشريف وبجوار محمد صلى الله عليه وسلم عمري مزيدا من هذا المكان أول مرة في حياتي رحنا للمدينة المنورة عظيم لعظم إلا الله سبحانه جلاله عن نظيم ومنتكر شي بالفتخار دي يعني وحشي تكرمتونا وضيفتونا ورحمتو بينا وفرحتونا وقمتو بينا وفتخرتو بينا ودخلتونا لبلدكم وكرمتونا ووكلين شربين ناسين مغطيين عظيم لا عدم إلا الله سبحانه وربي وفق لي نجيل هذا المكان هذا كنت مطر نشوفها للخير هذا لا يعلم إلا الله سبحانك جلاله سبحان الله يوم يا حمدي خيز غريك ألشوف يعني سبحانك جلاله محلا يوم يعني كان يقول ما يكملش كان يقول يوم ما يكملش محلا صلاة البارح التراويح كنداش تريحنا معاه الحمد لله في الجانب الآخر هناك أيدي خفية وأعين ساهرة تعمل على تذليل العقبات وتسهيل الخدمات لتلبي تطلعات حكومة خادم الحرمين شريفين ولينعم المصلين والزائرين بكافة وسائل الأمن والراحة والاستقرار من المدينة المنورة جهاد الأهدل ترجمة نانسي قنقر